قوات أمريكية برفقة زعيم قوات سوريا الديمقراطية ترصد إطلاق مسيرة تركية في اتجاهها ليتم الاتصال بالقيادة التركية ويأتي الرد على حد قول مسؤول في البنتاجون وقحا وفيه تأكيد على أن المهمة يجب أن تنفذ مهما كانت النتيجة أي حتى ولو قتل جنود أمريكيون هي حادثة مفاجئة تتحملها تركيا قنوات التواصل مع تركيا وقوة الردى الأمريكية أفضت إلى فشل وأتوقع تداعيات خطيرة ملف الحادثة موجود الآن على طاولة الرئيس بايدن في البيت الأبيض وحسب معلومات مسؤولين في البنتاجون فالتوقعات كبيرة بأن ردا صارما سيتخذ وسيطال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشخصه العلاقات التركية الأمريكية ليست جيدة تركيا تنظر اليوم إلى مصالحها ولو كان ذلك على حساب الناتو ولقد رأينا سلوكها المعرقل والذي سيستمر مع بقاء أردوغان لا أحد يعلم حجم العقوبات الأمريكية المتوقعة على تركيا لكن خبراء يعتبرون أن أي تعاون عسكري كان مرتقبا بين واشنطن وأنقرة لا يرجح أن يتم لعل ما تنظر إليه وزارة الدفاع الأمريكية والكونغرس الآن هو كيف سيرد الرئيس الأمريكي جو بايدن على محاولة تركيا قتل جنود أمريكيين عمدا الأجواء في الكونغرس في كلا المجلسين النواب والشيوخ تشير إلى التحضير لحزمة عقوبات جديدة تستهدف هذه المرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير دفاعه خالوسي أكار طبعا هي حادثة مربقة تزيد من تعقيدات العلاقة مع تركيا جو تابت سكاينيوز عربية واشنطن